كتاب المفيد في اللغة العربية المستوى الثالث إبتدائي وصلنا للوحدة الرابعة الأسبوع الأول عندنا التعبير الكتابي الإنشاء أصفوا فلاحا إذا رأيت النص القرائي الفلاحة نفس الشيء ممكن تخذوا من النجوم التي تستعانون بهم في الإنشاء أو ممكن تخذوا من هذه العناصر وخططوا للكتابة يعني لدينا خطاطة فيها المقدمة العرض الخاتمة المقدمة كما تعرفوا هي المدخل الإنشاء والعرض هو اللي كان نقش فيه هو اللي كانت تكون فيه الكتابة بزاف كان نقش فيه جميع العناصر والخاتمة هي اللي كانت تختم وكانتعطي الرأي دي المقدمة كانت تقديم يعني لكي ندخل الموضوع والخاتمة كانت تعطي رأيك في ذلك الحاجة ولا توجه شيء حاجة هنا أقرأ نصف الموضوع أصف فلاحاً وأبين ما يقوم به من أعمال نصف الفلاح كذلك 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 ألاحظ الخطاطة وأتحدث شفاهياً عن كل عنصر فيها مستعيناً بالراسد هذا هو الراسد لهاوي والخطاطة مثلاً المقدمة أتناقش ماتة وأين فكاش وفين مثلاً ماتة توجه الفلاح إلى عمله وفيها مصر أولاً أولاً نصف الفلاح وإلى أين توجه يعني هناك مصر خارج منطر وفين مصر هنا هنا متى توجه الفلاح الى عمله متى اتقول مثلا باش اتبدأ النص ديك اما اتقول في السباح الباكري ولا اتقول قبل امتصرق الشمس ولا اتقول في وقت مبكر ولا في وقت باكر هنا اهضرنا عن توقيت ثم الى اين توجه الى الواحة الواسعة اما في واحة حقل ارض او بستان لحساب الخدمة دينا في كينه الى الواحة الواسعة او الواحة الشاسعة او الواحة الطيبة الوافرة العطاء الى ارضه الطيبة الى حقله الواسع الى بستانه ابياني تخطر الجملة المناسبة تقدرين ادوات الربط تخطر واحدة من هذا وتخطر واحدة من هذا ندوزل الوصف للفلاح في العرض في الوصف للفلاح هو فلاح قوي الجسمي محتول العضلات له قامة طويلة ممشوق القوامي فلاح قامة طويلة فلاح قامة طويلة فلاح قامة طويلة وهنا نكمل الوصف للفلاح يقول عمله مستمر ذو حزم دائم صاحب عزيمة قوية دائم النشاط دائم 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 الحركة لا يخشى البرد القارثة ولا يخاف الحرم اللافحة يعني ما تضر لها حرارة ولا برد هنا الأعمال التي يقوم بها يبدر الحبوب ينثر البذور يسقي الأغراض كما في هذه الصورة يشذب الأشجار يعني كي يدوك الأغصال الميتة كي تقوة الأغصال كي تخلف يروي الأرض يسقيها ينقل أعشاب يعني كي يدوك الأعشاب يقتلحها يحصد السنابلة كما ترى الصورة الأخيرة يحصد السنابلة يدرس المحصولة يعني هذا السنابل كي تجمع كي تجمع في واحد يعني في واحد الكومة لكن الكومة يجمعها و يدرسها إما يدرسها بالآلة الدراسة أو يدرسها بطريقة تقليدية عن طريق البهائم واضح يدرس المحصولة هنا الخاتمة هدروا على الشعور ديالنا يعني ما رأينا في هذا الفلاح الشعور ما شعوري نحوه يعني نحو الفلاح وماذا يجب علي نحوه يعني الشعور أقدر عمله أحبه أحترمه لأنه يوفر لنا الغذاء لأنه يتعب من أجلنا فهو يستحق منا كل الشكر والتقدير هنا عندنا المطلوب المطلوب هو أكتب جملة أو جملة أكتب جملة أو جملة عن كل عنصر من عناصر الموضوع كما العناصر هما هذو اللي شفتي عناصر الموضوع وواش المقدمة أو العظ أو خاتمة كل واحدة ندروا فيها جملة أو جملتين واضح؟ أنا أخطط لكم هذا النص في الصباح الباكر توجه الفلاح النشيط إلى حقله الواسع الفلاح المجتهد قوي البنية مفتول العضلات كان ذا حزم دائم وهمة وهمة عالية يبذر الحبوب ويسق الأغراث ويقتلع الأعشاب الضارة أحترم الفلاح كثيراً وأقدر مجهوداته الجبارة هذا؟ أعيد هذا النموذج للإنشاء اللي اخترت لكم في الصباح الباكر توجه الفلاح النشيط إلى حقله الواسع في الصباح الباكر توجه الفلاح النشيط إلى حقله الواسع الفلاح المجتهد الفلاح المجتهد قوي البنية مفتول العضلات كان ذا حزم دائم وهمة عالية يبذر الحبوب ويسق الأغراس ويقتلع الأعشاب الضارة أحترم الفلاح كثيراً وأقدر مجهوداته الجبارة وضع وهكذا كمنا تعذير الكتابي لدينا الإنشاء اللي كناف صفحة 126 إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر